تواصلت جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب الاسبوعية في اختيار افضل مخيم في موسم البر 2023-2024 حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية بتكريم الفائزان شريفة محمد راشد عبد الكريم ووليد مبارك مفتاح وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في اسبوعها الثاني منوها سموه بان الجائزة مستمرة بتقديم جوائزها بشكل اسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024 وذلك من خلال تحميل الراغبين بالمشاركة لتطبيق الجنوبية عبر الاجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة خيم وملء استمارة المشاركة هذا وتقوم اللجنة المنظمة للجائزة مسبقا بزيارة عدد من المخيمات للتأكد من استفائها للمعايير الأمنية والتنظيمية والبيئة وهي الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للمشاركة في جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاسبوعية لأفضل مخيم طبعا هذه الاسبوع الثاني على التوالي كل اسبوع عندنا فايزين واليوم الحمد لله بفضل الله فازوا اثنين عندنا وان شاء الله نتمنى الاسبوع الياية يفوزون وتبع الاشتراطات ينونهم الاشتراطات ويقدمون على المنصات ان شاء الله والله اليوم شعورت صراحة ما ينصف زيارة سمو الشيخ خليفة يعني وايد اسعدتني والفوز كذلك اسعدني واللي اسعدني بعد اكثر واكثر فتوح البر بامر جلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه وهذه الشي وايد اسعدني وايد اسعدني